لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرز الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسما لوحدها تقدر توصل لاي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 3 او الصف الثالث الابتدائي term 2 الترم التاني والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض chapter 3 او الفصل الثالث origins of medicine origins of medicine او اصول علم الطب اصول علم الطب والدواء وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا chapter 3 بيكلمنا عن تاريخ علم الطب وطبعا هو بيبدأ من عصر الفراعنة هو بيحكي لنا ستوري جميلة اوي عن صديقنا رامي وهو مريد فاول part في الستوري دي رامي اذ سك رامي اذ سك او رامي مريد part 1 او الجزء الاول فبيقولنا هنا the field of medicine مجال علم الطب the field that includes هو المجال اللي بيتضمن things related to health اشياء على صلاة بالصحة اشياء لها علاقة بالصحة and healing والشفاء and healing والشفاء like nurses مثل الممرضات doctors والاطباء researches والابحاث طبعا للطبية treatment of illness معالجة الامراض and more واكثر فهنا part 1 اسمه warm tea او شاي دافي فهنا رامي صديقنا بيقول لها mom could you please come ممكن لو سمحت تيجي i feel tired انا حاسس ان انا تعبان and my throat hurts وحاسس ان زوري حلقي وجعني فمامته بترد عليه وتقول له okay darling حاضر يا حبيبي i am coming انا جاية and will bring the thermometer وحاجيب الترمومتر كمان to check your temperature علشان اشوف درجة الحرارة بتاعتك فهنا هي فعلا استخدمت الترمومتر علشان تقيس درجة الحرارة فبتقول له oh you have a fever you have a fever يعني انت عندك حمى انت سخن فجدته كانت وقفة على باب الاوضة فبتقول لها i will make you some warm tea انا هعملك بعض الشاي الدافي it will let you feel bitter هو يخليك تحس ان انت احسن as it always works with me لان هو دايما بيخليني افضل لما بحست بكده وانا طبعا يا اصحابي بيعرفنا الكلمة الجديدة اللي اسمها fever او حمى سخونة يعني فبيقول لك is the rise هو ارتفاع of the body temperature درجة حرارة الجسم above normal range عن المعدل الطبيعي اللي هو طبعا 37 ديجري اللي هو طبعا 37 درجة مئوية our body درجة حرارته العادية 37 ديجريز او 37 درجة لما بيحصل زيادة ال temperature دي او درجة الحرارة دي ده اسمه fever او اسمه حمى او سخونة في الجسم بعد كده رامي بيقول لها but i don't like the tea taste انا ما بحبش طعم الشاي فجدته بترد عليه بتقول له you know رامي انت عارف يا رامي my mom امي treated me the same way علجتني بنفس الطريقة and i did the same with your dad وانا عملت نفس الطريقة دي عنده حمى عنده سخونة و جدته طبعا قالته ان هي هتعمل له warm tea او شاي دافي علشان يخليه حس ان هو احسن او رأيه حسن بس مش فاكت فاكت يعني حقيقة علمية يعني مفيش مثلا في علم الطب حاجة اسمها كده يبقى في عندنا او رأيه حسن وفي عندنا فاكت وفي عندنا فاكت او حقيقة علمية زي مثلا الثرموميتر او الترمومتر اللي مامته استخدمته علشان تعرف التمبراتشر او درجة الحرارة بتاعته فهنا ده فاكت اللي احنا شفناه عن طريق الثرموميتر ده فاكت حقيقة علمية قاسد درجة الحرارة بتاعت الجسم بتاعته وعرفت ان هو عنده سخونة لكن الورمتي هنا اوبينيون او رأي شخصي خاص بجدته لازم ناخد بالنا من الفرق بين الفاكت والاوبينيون الفاكت هو حقيقة علمية ما ينفعش نشك فيها اما الاوبينيون فهو رأي شخصي ممكن يكون صح وممكن يكون غلط هنا طبعا يا اصحابي في الجزء ده بيقولك لازم تكتب ستوري او قصة بتحكي فيها لما كنت عيان بعد الشهر عنه كلكم يعني وطبعا تحكي ايه اللي حصل معاك فكل واحد فينا هيكتب الستوري دي هو بيساعدنا هنا وبيقول لنا طبعا لما تيجي تكتب الستوري دي لازم تستخدم الwriting elements او عناصر الكتابة زي الcharacters او الشخصيات الsetting اللي هو الplace والtime المكان والوقت والproblem المشكلة طبعا اللي هي كانت منت sick او مريد وكمان السوليوشن السوليوشن او الحل واللي حصل وحليت المشكلة دي ازاي طبعا دي اسمها writing skills او مهرات الكتابة فبيقول لك كمان في الستوري دي لازم تانسر the given questions جاوب على الاسئلة اللي انا هدها لك دي to help you plan and write your story علشان تساعدك ان انت تخطط وتكتب الستوري بتاعتك فبيقول لك في الbegining او في البداية عايزك تجاوب على الاسئلة دي فبيقول لك where were you انت كنت فين who was with you مين كان معاك how did you feel انت حصيت بايه who did you tell that you are feeling sick انت قلت المين ان انت حاسس ان انت اعيان ان انت مريد ده في البجيننج في المدل بيقول لك جاوب على الاسئلة دي برضو what did you do to feel bitter انت عملت ايه علشان تحس ان انت احسن who tried to help you مين حاول ان هو يساعدك did his or her suggestions help هل اقتراحه او اقتراحها يعني ساعدك في ان انت تحل المشكلة دي وفي الاند بقى بيقول لك did you feel bitter at the end هل انت حسيت ان انت افضل في النهاية طبعا هنا بيساعدك ان انت تعمل planning او تخطط الستوري بتاعتك فجاوب على بعض الاسئلة في البيجيننج وبعض الاسئلة في المدل وطبعا السؤال المهم في الاند اللي هو هل يا ترى انت حسيت ان انت افضل ولا لا طبعا هنا part 2 او الجزء التاني في الستوري بتاعتنا اللي هي رامي اسيك او رامي مريد فهنا طبعا الpart ده اسمه the commercial ده commercial او الاعلان التجاري زي ما قلنا ان فيه حاجة اسمها opinion الرأي الشخصي وده ممكن يكون صح وممكن يكون غلط وفيه حاجة اسمها fact او الحقيقة العلمية الفاكت او الحقيقة العلمية دي بحاجة مؤكدة لازم نسق فيها وطبعا هي صحة تماما فهنا في الpart ده مامتو بتقول له I will bring a cold wet towel for your head انا هجيب منشفة مبتلة وبردة علشان احطها على دماغك لان هو حاسس ان هو سخت ومامتو خايف عليه فعايز اتعالج السخونة بتاعتو دي بcold wet towel او بمنشفة مبتلة وتكون بردة علشان تحطها له على رأسه فهو بيقول لها no mom please لا يا ماما لو سمحتي I don't like the wet towel انا ما بحبش المنشفة المبتلة because it makes me all wet لانها بتخليني انا كل مبتل بتنزل علي مية وتخلي جسمي كله مبتل فهنا فيه وهو قعب يتفرج على التليفجن فلا فيه commercial او اعلان تجاري فالاعلان بيقول head ache صدع بالرأس body ache ألم بالجسم fever حمى او سخونة it's time to feel bitter ده الوقت اللي انت هتحس فيه احسن ده الوقت اللي انت هتحس فيه ان انت افضل no prescription needed مش محتاج ان انت تاخد رأي الطبيب prescription يعني وصف الطبيب او رأي الطبيب فبيقولك no prescription needed انت مش محتاج ان انت تاخد رأي الطبيب go and buy اذهب واشتري the best medicine in pharmacist افضل دواء في الصيدليات لا الاعلان ده قدامه على التليفجن فبيقول لمامته بيقولها mom let's buy this medicine خلينا نشتري الدواء ده instead of this cold wet towel بدل من cold wet towel دي او المنشافة المبتلة البردة دي please لو سمحت هي حطها هنا طبعا على رأسه زي ما احنا شايفين قدامنا عشان الفيفر او الحرارة ما تأثرش عليه وتخليه عيه اكتر فمامته بتقول له no darling لا يا حبيبي ما ينفعش this medicine will make you feel drowsy هيخليك تحس ان انت نعسان drowsي يعني نعسان ووخمان كده هتحس ان انت تعبان اكتر this is a commercial way دي طريقة الاعلانات التجارية to grab the audience attention علشان يخليك تنتبه ليه وان انت تروح تشتري على طول زي ما قلنا يا صحابي هو هنا بيورينا الفرق بين الفاكت والاوبينيون فهنا بيقول لنا الفاكت او الحقيقة العلمية is a true statement هي عبارة صحيحة that you can prove وانت كمان ممكن تثبتها الاجزامبل مثلا there are seven days in a week فيه سبعة ايام في الاسبوع مثلا يعني دي طبعا فاكت او حقيقة علمية ان فيه سبعة ايام في الاسبوع اما الابينيون الابينيون او الرأي الشخصي is someone's idea هو رأي شخص ما or feeling about something او احساس الشخص ده بخصوص حاجة معينة example طبعا او على سبيل المثال winter is the best season winter is the best season الشتاء هو افضل فصل طبعا ده opinion او رأي شخصي انت ممكن يكون الوينتر او الشتاء بنسبالك is the best season لكن بالنسبالي انا مثلا السمر وهكذا طبعا listen to هنا رامي the part 3 او الجزء التالت فهنا طبعا العنوان بتاع the part ده carrots carrots او الجزر هنا اخته الصغيرة بتقرد قصة جميلة فيها رابط او ارنب هل انا بقى دكتورة او شطرة in real life في الحياة الحقيقية فبابا طبعا دخل الروم اللي هما فيها وقال له oh yeah you look so tired انت شكلك تعبان جدا if the fever isn't over this evening لو الحمى والسخونة اللي عندك دي ما خلصتش النهاردة بالليل هذا المساء يعني we should go to see a doctor لازم نروح للدكتور he will prescribe you a reliable treatment هو هي prescribe يعني هيوصف لك هيكتب لك a reliable reliable يعني موثوق في treatment طبعا دواء يبقى دكتور هيكتب لك reliable treatment او دواء دواء موثوق في فهنا طبعا بيوضح لنا fiction او الخيال is something told or written that is not a fact هو حاجة اتقالت او اتكتبت بس هي مش حقيقة خالص وهنا في الاكتيفتي الجميل ده بيقول لك في عندنا fact او حقيقة علمية في عندنا fiction او طبعا خيال وفي عندنا opinion او رأي عايزين بقى نعرف ازاي نفرق بينهم ونحط الكلمة المناسبة من التلك كلمات دول قدام كل statement او كل عبارة او كل جملة من الجمل اللي انا هقولها لك فبيقول لك fact fiction opinion classify يعني صنف each statement كل جملة using the given words مستخدما التلك كلمات دول فاول حاجة بيقول لك march is the third month in the year مارس هو تالت شهر في السنة طبعا de fact ولا fiction ولا opinion سطرين de fact لأن مارس هو شهر ثلاثة هو تالت شهر في السنة فنكتب هنا fact I am faster than a horse I am faster than a horse انا اسرع من الحصان de fact ولا fiction ولا opinion شطرين ده opinion او رأي water is liquid water is liquid يعني المية هي سائل شطرين طبعا de fact cats are cuter than dogs القطط طبعا الطف كده من الكلاب de fact ولا fiction ولا opinion سطرين طبعا ده opinion او رأي ممكن حد يكون بيحب ال dogs اكتر فيكون شايفها cuter than cats فهنا ده opinion او رأي the heart pumps blood the heart pumps blood او القلب بيضخ الدم de fact ولا fiction ولا opinion شطرين de fact لان فعلا الheart بيضخ البلد I can see well in total darkness انا ممكن اشوف كويس جدا في اصدلام التام de fact ولا fiction ولا opinion شطرين طبعا de fiction ما فيش حد يقدر يشوف الظلمة طيب summer is the best season summer is the best season الصيف هو افضل فصل de fact ولا fiction ولا opinion شطرين ده opinion او رأي زي ما قلنا ممكن انت تكون بتحب summer انا ممكن اكون بحب spring مثلا او بحب winter فكل واحد لي opinion بتاعه طب commercial or always true الاعلانات التجارية دايما صح de fact ولا fiction ولا opinion شطرين طبعا ده طبعا ده fiction او خيال ان مش كل الاعلانات التجارية صح mom is elder than grandmother امي اكبر من جدتي de fact ولا fiction ولا opinion شطرين طبعا دي fiction ازاي هتكون هي اكبر من مامتها اللي خليفتها فده fiction طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا وفي لسن 3 بيكلمنا عن امحاطب امحاطب او امحاطب وطبعا ده رجل مصري قديم تعلم العالم كله اصول الطب بيكلمنا عنه النهار ده فبيقول لنا thousands of years ago من الاف السنين اللي عدد ancient Egyptians المصفيين القدماء did not know why people were getting sick ما كانوش عارفين الناس ليه بتمرد they thought هم اعتقدوا that may be spirits ان ربما ارواح affected the way the body works بتأثر على الطريقة اللي بيشتغل بيها الاكسام so they prayed for healing علشان كده هم كانوا بيصلوا علشان يخفوا بيعرفنا هنا على امحاطب وطبعا دي بردية كان لقاها واحد اسمه ادوين سمس في القصار المصرية القديمة البردية دي بتوضح لنا ان امحاطب ده او امحاطب ده كان بيحط حط اصول الطب من ايام الفراعنة والطب الحديث كمان اتبان عليها فامحاطب بيكلمنا عنه بيقولنا انشنت ايجيبشن امحاطب امحاطب المصري القديم كان فريد جدا كان حاجة فريدة جدا امحاطب هو عرف المرض وكمان الجروح بشكل مختلف عن الاخرين في العصر بتاعه هو استخدم التفكير العلمي لتحقق من الأمراض المختلفة وكمان الأدوية المختلفة هو كان الأول في تسجيل الملاحظات أول واحد في التاريخ يسجل ملاحظات وداتا وكمان البيانات وكمان يعمل استنتجات عن الأمراض المختلفة والعلاجات المختلفة المبنية على حقائق هو جمعها بمرور الوقت هو عالج أكثر من 200 مرض في خلال حياته في خلال حياته الأسلوب العلمي بتاعه أصبح أساس للمجالات الطبية الحديثة طبعا ده محطب والمعلومات الخاصة به البردية بتاعت هي معروفة جدا معروفة جدا مع كل الوصفات الخاصة بالمصريين القدماء وخاصة سيرجيكال الجراح and medical practices و التجارب التبية الخاصة بمحطب It describes هي بتوصف برضو على The first written description of the brain أول وصف مكتوب للمخ It explained هي شرحت that the heart pumps blood أن القلب بيدخ الدم to all body parts to all body parts لكل أجزاء الجسم طبعا دي Edwin Smith paprius أو البردية الخاصة ب Edwin Smith اللي لقاها وهي طبعا بترجع لإمحطب زي ما قلنا من شوية فيها كل المعلومات دي طبعا هنا في الجزء ده بيقول لنا إمحطب records begin with phrase التسجيلات الخاصة بإمحطب كانت دايما بتبدأ بphrase أو بجملة معينة فبيقول مثلا an ailment ailment يعني وعكة هو كان بيسم المرض وعكة I will fight with هقدر أعالجه هقدر أحربه ده بالنسبة لحاجات اللي هو ممكن يعالجها أو an ailment I will handle أو وعكة أو مرض أنا هحاول أتعامل معايا أو an ailment for which nothing can be done أو مرض من الأمراض هو مش هيقدر يعمله أي حاجة وصعب إن هو يتعامل معا أصلا وين بيعرفنا يعني ايه ailment أو يعني ايه وعكة is a sickness هي مرض or disease أو مرض الاتنين بمعنى كلمة مرض يبقى ailment وعكة صحية is a sickness هي مرض or disease أو مرض برضو الاتنين بمعنى كلمة مرض وآخر حاجة معنا النهاردة الbread experiment أو تجربة الخبز هي تجربة جميلة جدا المفروض في classroom أو في البيت ممكن نعملها بإمكاننا نعمل بقية من المفروض من المفروض أو الخبز وبيبقى عندنا ادنى تكون مش نضيفة أو يعني متسخة شوية بنلمس من المفروض من المفروض من المفروض نضيفة في واحدة منهم ونكتب عليها clean hands ونضع التانية في الكيس التاني ونكتب عليها dirty hands او يد متسخة وبعد كده هنسيبهم لمدة اسبوع او انويك وهنشوف ايه اللي هيحصل لكل واحدة منهم وهتتغير ازاي فبيقولنا هنا bread experiment او تجربة الخبز let's do an experiment خلينا نعمل تجربة to investigate علشان نتحقق the effect of germs تأثير الجراسيم on bread على الخبز over time بمرور الوقت and records conclusions ونكتب الاستنتاجات based on evidence based on evidence بناء على دليل فهنا بيقولك tools او الادوات two equal slices of bread اثنين قطعتين متساويتين في الحجم من العيش fresh baked لسه مخبوزين يعني لسه طوزة بعدين two labeled resellable plastic bags كسين من الاكياس اللي ممكن نغلقها البلاستيك وطبعا labeled يكون عليها طبعا حاجة نحط عليها كلام نكتبه اللابل اللي هو بنحط عليه المسمى متاع كل كيس وبيقولنا هنا note لاحظ fresh baked bread الخبز اللي لسه طازه اللي لسه مخبوز قريب forms mold faster than reserved one يعني الخبز الطازه اللي لسه مخبوز بيتأثر بالmolds او بالعفن اسرع بكتير من اللي معمول له عملية حفظ فبيقولك ال steps هنا او الخطوات touch the bread with your unclean hand المس الخبز بيدك الغير نظيفة wash your hand then touch the bread with your clean hand هتلمس بقى القطع التانية بعد ما تخسل ايدك بيدك تلمس القطع التانية بيدك نظيفة ثالث حاجة بيقولك place each slice حط كل شريحة of bread من الخبز in its suitable labeled plastic bag في كل كيس من الأكياس الخاصة بهم then ثم بعد ذلك seal them اقفلهم well and leave them for week واسبهم لمدة أسبوع زي ما شايفين هم حطوا شريحة حطوا slice وكتبين عليها clean hand وحطوا slice ثانية في الكيس الثاني كتبين عليها dirty hand طبعا هنا بيقولك observation او الملاحظة وهنا طبعا هو سبها one week فبيقولك draw and color your observation for the bread slices every day for a week ارسم طبعا اللوان اللي ممكن تطلع على الخبز الخاص بكل واحدة فيهم كل يوم من أيام الأسبوع في day one dirty hands clean hands day two dirty hands clean hands وهكذا لحد سبعة ايام طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة دي ال clean hand البريد بتاعها فضل زي ما هو ما حصلش فيه أي حاجة اما ال dirty hand بمرور الوقت كانت بيحصل لها عفن وهذه المolds او العفن موجودة عليها زي ما احنا شايفين قدامنا وهذه الألوان بتاع العيش ضغيرت ازاي فطبعا هنا بيقولك note لاحظ الحقيقة العلمية الحقيقة العلمية في العلوم والطب يتم إثبتها by looking عن طريق النظر for evidence على الأدلة وبيقولك هنا طبعا حط بقى علامة صح قدام الإجابة الصحيحة قدام ال conclusion او الاستنتاج الصح based on evidence بناء على الدليل اللي انت شايفه بعينك clean hands spread germs so the bread gets moldy اليدين النظيفة نشرت الجراثيم على العيش علشان كده هو حصل له عفن ولا dirty hands spread germs so the bread gets moldy ولا dirty hands هي اللي نشرت الجراثيم على البرد علشان كده هو أصبح moldy أو أصبح متعفن طبعا ال statement التانية هي اللي مفروض نعمل عليها صح لان هي دي ال conclusion الصح او الاستنتاج الصح زي ما شفنا فبالتالي كده نكون خلصنا ال bread experiment او تجربة الخبز وخلصنا معاها درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو عجبك الدرس اعمل like المرة الجاية ان شاء الله هنزل الجزء اللي بعد كده على طول لازم نذاكر اول بول اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 like تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة